موسيقى الكوكاين تتسبب في سجن ضابط شرطة لمدة عشر سنوات موسيقى أدانت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئنف بالرباط مساء اليوم الاثنين الثامن والعشرين من فبراير الجاري ضابط شرطة كان يعمل بمصلحة مراقبة التراب الوطني بمدينة طنجة بعشرة سنوات جنا نافذا في قضية تتعلق بالارتباط بعصابة إجرامية تنشط في التجاري في مخدر الكوكاين وقد أدانت نفس الهيئة القضائية شقيقة موظف الشرطة المذكور بسنتين حبسا نافدا بعد ثبوت تورطه هو الآخر في أفعال المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية قد أحالت في وقت سابق ضابط الشرطة الموقوف وشقيقه وثلاثة أشخاص آخرين أمام نيابة العامة المختصة للاشتباه في تورطهم في أنشطة شابكة إجرامية لها ارتباط بترويج المخدرات القوية حيث تمت متابعتهم في حالة اعتقال قبل أن تصدر هيئة المحكامة أحكامها الاستئنافية في هذه القضية في وقت سابق من مساء يومه الاثنين يذكر أن توقيف هؤلاء المشتبي فيهم جاء وقتها في أعقاب عملية أمنية باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على ضوء معلومات دقيقة وفرت سعن صالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وذلك في إطار جهودها لمواجهة مخاطر الجريمة بجميع صورها وأشكالها وكذا في السياق حرصها على تدعيم النزاهة والحكامة في صفوفه منتسب المؤسسات الأمنية اشترك الآن في قناة أشواء قاتيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي أشواء قاتيفي شريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة